اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس نريد نشتغل على الرجستر طبعا السيرفر مالتي تشتغل يعني الباك اند تشتغل وايضا الفرونت اند تشتغل افتح الفرونت اند فولدر في src redux slices auth slice اليوزر من يعمل ريجستر السيرفر رح يعطيني مسيج كنترول بي افتح الاث كنترولر في الباك اند او السيرفر اهنا عندي ريجستر لاحظ اهنا هذا الرسبونس اليوزر من يعمل ريجستر وكل شي كان اوكي السيرفر رح يعطيني هذا المسيج واني اريد ااخذ هذا المسيج في الفرونت اند واخليه في alert على موض يوزر يشوفها نيجي هنا في auth slice في الانيشي الستيت اعمل new استيت واسميه ريجستر مسيج واخلي نال بعد ما يوزر يعمل ريجستر رح ااخذ هذا المسيج من السيرفر واخلي value لهذا الرجستر مسيج نجي هنا نكتب لأكشن رجستر اسمي استيت اكشن استيت دوت رجستر مسيج يساوي اكشن دوت بايلود ولازم نكتب له api call فاجي هنا api calls auth api call هذا login user اعمل copy لهذا ctrl c اخليه واخليه تحت ال log out اغير الاسم الى register user احتاج ال user object لان يوزر من يعمل رجستر لازم يعطيني اليوزر نيم والايميل والباسورد هذا اللي اريده اريد اليوزر والمسار api auth register وهذا في dispatch auth action dot register وكايلود لازم اعطي المسيج اذا تلاحظ هنا هذا object هذا والobject بها message يعني المسيج property لهذا الابجيج في api call هذا ال data الابجيج اريد المسيج فاكتب data dot message بهذا الشكل وفي error ايضا اقدر اخلي هذا التوس وconsole log امسحها بعد ما احتاجها وايضا console log امسحها في login user هذا ال register user api call ctrl p افتح ال register component لان اليوزر هنا في register component يعمل register احتاج بعض الاشياء هنا مثل use dispatch فاول شي اعمل import from react redux use dispatch اهنا فوق ال state اعمل run لuse dispatch hook اكتب كنس dispatch يوسا وي use dispatch بهذا الشكل واجي هنا في form submit handler dispatch واريد اخلي بي register user api call register user سوالي auto import لregister user وليزم اعطيه ال user object هذا ال user object هذا ctrl c اعمل copy واعطيه وامسح هذا ال log هذا الشكل هذا register user سوالي auto import اللي كتبتها هنا هذا اليوزر بيها اليوزر نيم ايميل والباسورد بعدين اليوزر من يعمل ريجستر في الجواب مثل ما قلت رح يعطيني مسج هذا في السيرفر هذا المسج وهذا المسج رح يتم حفظها وين هنا كتبت اوث اكشنز ريجستر داتا دات مسج طبعا هذا اللوكل ستوريج ما احتاجها امسحها نسيت اني في ريجستر ما احتاجها رح يعمل خزن لهذا المسج وين في ريجستر مسج لان في ريجستر اكشن كتبنا state.register message يساوي action.payload من نعمل ران لهذا الاكشن نعمل ران وين هنا في ريجستر رح ياخذ المسج من الداة الجواب اللي اجانا من السيرفر ورح يعطيه لمن لي ريجستر مسج يعني بعد ما يوزر يعمل ريجستر هذا المسج موجود بي فنجي في ريجستر كمبوننت مرة اخرى اعمل امبورت لبعض الاشياء اريد اليوز سيليكتور وايضا اريد يوز نافيج هوك من الرياكتر وتردام يوز نافيج هذا وبعد اريد السويت اليرت امبورت فرام سويت اليرت يعني اريد اخذ المسج من السيرفر واخليه في سويت اليرت على مود اليوزر يشوفها بعدين اليوزر من يضغط على اوكي اودي الى ال لاجين بيج على مود يعمل لاجين نجي هنا هذا فورم صبت هندلر تحت هذا اكتب شرط طبعا قبل هذا لازم اعمل امبورت لرجستر ميسج اكتب هنا كنست افتح ابجيكت يساوي يوز سيليكتور استايت goes to استايت دات اوث هذا الشكل شنو اريده اريدي رجستر ميسج هذا كنترول سي نجي هنا واخلي هنا يعني بعد ما اليوزر يعمل رجستر راح يكون عندي هذا الميسج اكتب شرط هنا اف رجستر ميسج يعني شنو هذا يعني اذا رجستر ميسج كان بي ميسج ما كان نال اريد اعطي او سويت الليرت للمستخدم اكتب افتح object اعطي title title شنو هذا رجستر ميسج الميسج اللي اخذناه من السيرفر واقدر اعطي ايضا ايكون الايكون اعطي success هذا راح يعطي لليوزر ميسج الميسج اللي اخذناه من السيرفر في باكس والباكس او السويت الليرت باكس بيها زر اوكي واليوزر من يضغط على الاوكي اريد اودي الى login page على موضي اعمل login فاكتب then is اوكي اكتب شرط if is اوكي يعني اليوزر ضغط على الاوكي شنو ودي الى login page go to login page بهذا الشكل كيف نودي الى login page عدنا هنا اليوز navigate هذا اليوز navigate هوك من الرياكتر او تردام نرجع هنا اكتب هنا use navigate هذا اليوز navigate هوك يرجع لنا navigate function فاخذ navigate function canals navigate يساوي use navigate هذا امسح هذا واكتب navigate في navigate function اكتب slash login بهذا الشكل هذا رح يودي اليوزر الى login page بعد ما يوزر ضغط على اوكي نجي ونشوف في المتصفح افتح المتصفح register اكتب حسن اعمل register وحسن enter email حسن at sign email dot com والباسورد اخلي 1 2 3 4 5 6 7 8 register لاحظ you register successfully please login هذا المسيج من السيرفر من اضغط على الاوكي رح يوديني الى صفحة login على مدعم login اوكي لاحظ فتح لي صفحة login واقدر اعمل login مع حسن اكتب حسن at sign email dot com هسا سويت register مع حسن واكتب الpassword مالتي يعني الpassword اللي كتبته login سوى لي login مع حسن جميل جدا شنو اللي حصل اهنا شوف اهنا كتبت api call ارسلت request الى السيرفر على مدعم الرجسر ومن اعمل الرجسر يريد مني user الuser لازم يكون بها email password username في جواب رح يعطيني message هذا انا كتبت في السيرفر اهنا رح يعطيني هذا المسيج انا اريد هذا المسيج اهنا في الفرونت اند اعطي المسيج الى الرجسر اكشن والرجسر اكشن في سلايس رح يعطي المسيج الى رجسر مسيج اهنا واني رح اخذ المسيج وين في الرجسر كومبوننت اهنا اخذت المسيج بعد ما user يعمل رجسر رح يعطيني المسيج واني خليت المسيج وين في sweet alert والsweet alert يعطي alert للمستخدم من المستخدم يضغط على اوكي نودي الى صفحة log in هذا اللي عملناها جميل جدا كملنا هذا الدرس شكرا جزيلا لكم واراكم في الدرس الغادم شكرا جزيلا